السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد اليوم طبختنا فاصولية باللحم الضان صر لي فترة ما عملتها صر لي زمان كتير ما عملتها فحبيت وقت طبخها اني شارك معكون هالطبخة وعملت كمان جنبها رز بشعرية رز أصير بشعرية من قطيب الأكلات الشتوية ومطلوبة بالشتي كتير أول شيء نقعت الفاصولية من الليل نقعت نصف كيلو فاصولية من الليل والصبح غسلت الفاصولية وصفيتها وحطيتها بتنجرة الضغط غمرتها بالمي لأنه كمان الفاصولية بتشرب مي يعني فغمرتها بشكل كويس بالمي وحط بعد ما غليت حطيت كربولا هي كربونات السوديوم مشان تسري عملية الاستواء وضغطها ونوستها على أخفض عيار حطيتها على أخفض عيار تنجرة الضغط لحد ما استويت معنات قريبا أخذت نصف ساعة بتنجرة الضغط وبعدين شلت الفاصولية وحطيت معلتين زيت نباتة معلتين ثلاثة زيت نباتة وسقطت اللحمة شوحت اللحمة بعد ما شوحت اللحمة طلعت في سوائل اللحمة طلعت سوائل زفرة يعني الزفرة هي طلعتها فقمت رحت صفيتها صفيت اللحمة ورجعت حطيتها مرة تاني بقلب الطنجرة وضفت عليها مي مغلي غمرتها بالماء المغلي وبعدين شلت الزفرة بعد ما شلت الزفرة حطيت المطيبات حطيت بصل وليمون مجفف ورفي وحطيت كمان زنجبيل وحطيت كمان قرونسون وحطيت ورق غار بعدين ضغطت تقريبا أخذت معنا استواء ساعة بتانجرة الضغط على نار هادي بعد هيك بلشت طبق بالفاصولية كان كل شي عنده جاهز حطيت معلقتين زيت نباتة حطيت معلقتين دبس البندورة شوحتهم بعد ما شوحتهم ضفت الفاصولية واللحمة وكمان شوحتها مع دبس البندورة وبعدين ضفت مرقة اللحمة وضفت شوي من مرقة الفاصولية والتوابل حطيت كمون وبهارات السبعة وكزبرة وحطيت بابريكا خليتهم يغلوا مع بعضهم هيك شير بساعة انتو كمان بهاي المرحلة بعد ما تغلي المكونات مع بعضها تحطوا بطاطا او تحطوا بصل شرحات هاي حسب رغبتكن بعد ما بتستوي منطفي عليها وبتصير جاهزة للأكل انا بس حطيت متل ما شفته حطيت بس فاصولي ولحمي عن جد كتير لزيزي ومرغوبة كتير بشتي بالعافية عليكم سلافان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا